ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? ده واجب الحصة التانية. هنبدأ من اول صفحة التمانية. نبدأ على طول كلا العنوان بيقول لي اكمل النقاط بار اه لو ولا 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 خلاص? طيب تعالى كده هنا في الجنب بيقول لي لو دي اداة معرفة بتأتي امام الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن لا بتأتي امام اسم مفرد مؤنس مبدوء بحرف ساكن. الا بتأتي امام اسم مفرد مبدوء بحرف متحرك سواء مفرد مذكر او مؤنس. ليه بتأتي امام اسم جمع بنوعي? خلاص? فكرك سريعا كده استخدامات ادوات المعرفة دي ايه? كنا قلنا رقم واحد ان ادوات المعرفة اللي اربعة دول بتأتي امام ايام الاسبوع لتدل على التكرار وجميع ايام الاسبوع مفرد مذكر. طيب رقم اتنين ان ادوات المعرفة بتصبق جميع أسماء الألوان وأسماء الألوان كلها مفرد مذكر بعد كده عندنا أن أدوات المعرفة الأربعة دول بيأتوا مع أربع أفعال اللي هما أفعال الميول اللي هما بريفيري وإيمي وآدوري وديتستي ودائما ما يتبعوهم في أي جملة من الجملة نيجي الأمثلة بتاعتنا عندنا رقم واحد كده رقم واحد هنا وفوق بيقول لي أنا بمشي مبدئيا الأداء اللي احنا هنحطها دي بتشتغل بناء على إيه؟ قال بتشتغل على الاسم اللي جاي بعد النقاط يبقى أنا لازم الاسم اللي جاي بعد النقاط لازم أكون عارف الاسم ده مذكر ولا مؤنس اللي هو مثلا هنا عندنا في الجملة اللي هي رقم واحد عندنا كلمة دي معناها إيه؟ اللي معناها ممر للدرجات فممر للدرجات دي كلمة مذكر ولا مؤنس دي كلمة مفرد مؤنس فبنحط لها لا طيب رقم اتنين بيقول لي يعني هنا نقط شمس بتكون عايز أقول هنا الشمس عايز أحط ألف ولام طيب كلمة من الكلمات اللي تاخد بالك منها لأنها عندنا مهمة في المنهج كلمة دي من الكلمات المذكرة قد يعني تظهر إن هي من المؤنس لكنها كلمة مفرد مذكر خلاص؟ فأنت بس بتسجل عندك الكلمات دي كلمة دي من الكلمات اللي هي مذكرة بنحط قدامها طيب اللي بعدها بيقول لي كده في رقم ثلاثة مونا في يعني مونا بتخسل نقط غسيل غسيل معناها صحون أو طبق يعني طيب احنا عندنا برضو نعلم على الحاجات دي وإحنا ماشيين عشان مع الوقت هتلاقيك بتحفظها كلمة غسيل دي معناها صحون أو موعين دي مفرد طبعا هنا مش آخرها إس بنحط لها على طول لا لأنها مفرد مؤنس طيب رقم اربع بيقول لي فيها أنا بشجع أخد بالا أنا بحل بنانا على إيه وأخد علامة كده عليها كلمة مفرد مؤنس لكنها ما بدوها بحرف متحرك فبحط الأبوسترف طيب رقم خمسة بيقول لي سارة آه سارة بتملك نقط زيو فير أخد بالي هنا إن كلمة عيون دي جامعة هي وأخيرها إكس وكلمة فير اللي هي الصفة بتوصف العيون أخيرها إس برضو يبقى أنا عندي كلمتين دول مبينين لقوي إن هم جامع يبقى أكون عارف برضو وسجل المعلومة دي عندي إن كلمة زيو دي الأولانية ده هي معناها عيون مفردها حاجة اسمها اللي هي عين واحدة اللي هي خلاص بقى دي عين مفرد آآ مذكر طيب بعدها بيقول لي في رقم ستة مونة مونة لديها زراع مكسورة كلمة زراع ده هي من الكلمات اللي بتنتهي بأسة أصلية طيب يا طرح هنا عرف إن هي تقصد دراع واحد ولا دراعين الاتنين قالت عايب أستاذ بصوا على الصفة اللي جايب بعدها الصفة اللي جاية هنا جاية محطوطة في المفرد ولا في الجامعة قال لي لا محطوطة في المفرد إذن كلمة بخادي يقصد بها زراع واحد خلاص كلمة زراع من الكلمات آآ المذكرة ولذلك نحط إذن في النقاط حاجة اسمها لأحل بس خمسة لأول تاني لأحش نقولنا جامعة وستة نقول له وش معنى له علشان أنا قلت لك إن جميع كده أولا بفاكر وإحنا بنشرح قلت لك جميع أجزاء الجسم بتاعتنا جميع أجزاء الجسم التي تنتهي بحرف وو ركز في اللي أنا بقوله مؤنسة معادة كلمة فونتر دي معناها بطن بتنتهي بحرف ووه لكنها مذكر بحط قدامها له وجميع الأسماء بتاعت الجسم اللي بتنتهي اللي بتنتهي بحرف وو مؤنس بما في ذلك كلمة لا تنتهي بحرف وو وتمشي برضو مؤنس اللي هي كلمة ما لمعناها الكلمة دي مفيش في آخرها حرف ووه لكنها مؤنسة هتبقى خلاص وسجل بقى الكلام ده عندك وانت قاعد دلوقتي عشان بشيله على طوله عشان ما يبقىش الشكل العام وحش طيب بيبقى احنا كده عندنا سبق ستة خلاص تعالى على رقم سبعة بيقول لي يعني مرر طيب تعالى على الكلمة الاولانية الكلمة دي مزاكرة اللي مؤنس قلتلك كلمة ده هي يقصد بها الكرة الكبيرة خلاص اللي بتتلاقي بقى البسكت والقدم والكلام ده كله ودي كلمة مفرد مزاكرة يبقى لو عايز احطولها اداء احطولها له طيب كلمة دي يا ترى دي مزاكرة اللي مؤنس قال لي والله الكلمة دي تطلع كلمة وفرد مؤنس ايش معنى قال لي عشان اي كلمة اصلا بتنتهي بالمقطع يبقى دي مؤنسة ودي كانت اصلها المذكر بتاعها كانت من غير الحرفين اللي في الاخر دول وبالتالي هي كده مذكر لو انا شلت الشغبات اللي انا عملتها وبقت كده يبقى دي مفرد مؤنس معناها حارسة يبقى مرر الكرة اللي هي مفرد مذكر الى الحارسة اللي هي مفرد مؤنس فحط لها لا طيب رقم تمانية بيقول لي نقط يعني عايز يقول كده في المثال ده اللي هي المربعات او خلاص اللي هي في بتكون صغيرة المربعات بتاعت بتكون صغيرة مبدو اخيرة حرف يبقى الكلمة دي جامع يبقى حط لها لا طيب رقم تسعة بيقول لي فيها والدي يعمل يعني يعمل مزرعة من الكلمات المفرد مؤنس احط لها لا على طول طيب بعد كده بيقول لي لقفيك بوش لسا يقول لك فوق ان جميع اجزاء الجسم اللي تنتهي بحرف او مؤنسة 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 خلاص فكلمة بوش تنتهي بحرف او يبقى مؤنس احط لها لا طيب رقم اه حداشر بيقول لي كده انا سوف اختار في رقم حداشر جوفيس وزير انا سوف اختار مشروب مسكر فانا عندي كلمة مشروب دي حتى لو انا مش عارف معيني قلت لك الحصة اللي فاتت عندناك كلمتين زي بعض الكلمة اللي قدامك دي اللي هي مشروب وكلمة سمك سمك بالبيل تقيلة لكن كلمة مشروب بالبيل خفيفة مشروب مؤنس وسمك مذكر ابص على الصفة اللي جاية مع كلمة مشروب انا عايز مشروب مسكر فسكرية اخيرها اقوه يبقى على طول كلمة دي مؤنسة احط لها الله طيب اللي بعدها بيقول لي زملائي في رقم اتناشر زميلة بيكونوا عايز اقول في الملعب الملعب دي كلمة مذكرة احط لها له طيب بعد كده بيقول لي تلاتاشر مامير بس اه امي بتمر اه على المكتبة بس اه لا لبريرير كلمة لبريرير من الكلمات المؤنسة احط لها لا وكلمة برضو اللي تدي معنا مكتبة مؤنسة برضو يبقى لاتنين ياخدوا لا طيب بعدها بيقول لي مامير امال اه امي تشعر بقلم فيه اكيد قلم في جزء من اجزاء الجسم ابص على جزء من اجزاء الجسم ده الاقي كلمة تت منتهي بقوه اه يبقى مؤنس يبقى حط لها لا طيب بعد كده في رقم اه خمستاشر جوب خاتك انا بمارس كلمة رياضة هرسناها بقى جامعة هي اخيرة اس يبقى حط لها ليه جامعة مزاكر طبعا طيب ستاشر سوصان ستاشر سوصان انهم يكونوا دفوار دمت دفوار كلمة جامعة واخيرة اس سحط لها ليه طيب بعد كده في سبعتاشر بيقول لي انا افضل مار ايه مونتاني عايز يقول انا بفضل البحر والجبل البحر مفرد مؤنس سحط لها لا والجبل مفرد مؤنس سحط لها برضو لا طيب جوب غيفير نوار ايه اورانج نوار ده يطلع اللون سود اخد بالي من الحاجات اللي احنا بنقولها عشان مهمة جدا نوار اسود واورانج يعني برطواني الالوان لو استخدمت كاسم مع ادوات المعرفة دايما توضع في المفرد مزاكر يبقى الاتنين دول مزاكرين واحدة حطولها له والتاني الا بصرف لانها بدأ بحرف متحرك طيب بعد كيف رقم تسعتاشر جوب خاتك انا بمارس يوجا ايه هاند بول انا قلت لك قبل كده انه عندنا الحرفين دول لكن كيف لا انا بعمله الحرفين دول في رقم تسعتاشر الحرفين دول اللي هما الاجريك والحرف التاني اللي هو اش الحرفين دول حروف متحركة ولذلك لو عايز احط معهم اداة فبحط معهم الاداة اللي اسمها خلاص ما عدا في بعض الكلمات الحروف دي بتعتبر حروف ساكنة منهم كانت كلمة يوجا ومنهم كلمة هاند بول اللي بحط على طول معاهم لو لان الاتنين دول مذكرين يبقى لو يوجا ايه لو هاند بول طيب بيقول لي في عشرين جادار جلس قالوا نوسيت انا عايز ايس كريم بالنوسيت فايس كريم دي كلمة مفرد وانس تحطي لها لا طيب بعد كده بيقول لي انا بزور ميوزيد ولوفر انا بزور متحف اللوفر قلت لك في الحصة اللي فاتت واحنا شغالين اي كلمة هتنتهي بالمقطع ده هو اللي هم سوري اي كلمة تنتهي بالحرفين دول اللي هم ثانية اي كلمة عندك تنتهي بالحرفين دول اللي هم عليها اكسان ثم او الكلمة دي دايما مؤنس خلاص ما عادة شوية كلمات اهمها هي كلمة ميوزي دي مذكر وبتنتهي باتنين او ومعها برضو كلمة اللي هي مدرسة سنوي بتنتهي باتنين او والاتنين دول برضو مذكرين خلاص يبقى عندك ميوزي بتنتهي باتنين او لكنها حلاش ازا مذكر بحط لها كده احنا خلصنا ايه اه صفحة تمانية خشها لصفحة تسعة طيب نكمل صفحة تسعة الجنة رقم اتنين وعشرين بيقول فيها س نقط راكت دو جوليان عايز اقول انها يكون المضرب بتاع جوليان قلنا قبل كده ان ايه كلمة تنتهي باللاربع حروف دول اللي هم او تي تي او الكل ما دي تعتبر مفرد مؤنس بعدها كلمة احدث اللي هو المجسم او الهيكل العظمي هو بس المفرد مذكر يبقى هنا راكات مفرد مؤنس احط لا جملة اللي بعدها تاتة وعشرين بيقول لي في الاجازة انا سوف ازور اه هولاند من الكلمات اللي بتبتدي بحرف اش لكن حرف الاش اللي فيها لا يعتبر حرف متحرك فالحرف الاولان ده مش حرف متحرك ده حرف ساكن دي دولة مفرد مؤنس يبقى حطه قدامها لا طيب بعدها بيقف اربعة واشرين بيقول لي يعني مرر الي او اعطني اه اه المقص المقص دي من الكلمات الجمع اللي ملوش مفرد اصلا عندنا في اللغة تاخد بالاك من الكلام ده بقى يبقى السيزو دي كلمة مفيش لها مفرد عشان المقص بويدنين كده فجمع على طول نحط لها ليه ايه ده هنا يا اسف اربعة واشرين اه ماشي يبقى هنا هتبقى ليه طيب خمسة وعشرين بيقول لي ماري فوتوغراف ماري بتصور الريف الريف من الكلمات المهمة اللي لازم تعرف هي مذكرة ولا مؤنس الريف دي كلمة مفرد مؤنس بتعلم لي بقى الكلام ده وتركز وانا بقول كامباني مؤنسة بحط لها لا طيب بعد كده في رقم ستة وعشرين بيقول لي الطفل ام يا اخت ناترغيل الطفل بيحب الزبادي الطازج او الزبادي الطبيعي كلمة يا اخت هي كمان قلنا من الكلمات اللي بتبتدي بحرف لكن الحرف فيها مش حرف متحرك اش معنى لان انا بننطقه ومدام انتنطق يبقى حرف ساكن وكلمة يا اخت من الكلمات المذكرة يبقى حطوا قدامها طيب بعدها دي تحلت طبعا انا بفضل الفروسية احطولها الابوستروف بدأ بحرف متحرك ايه ايروبيك ايروبيك اه اللي هم بيرقصوا على الزوم بي الزومبا دي اللي هي الزومبا وبيرقصوا صلصة اغاني زي دي بيرقصوا عليه وبيعملوا الرياضة دي الايروبيك او بينسميها العب القوة يعني. نحط لها الابوستروف يا كمان عشان بدأ بحرفه متحرك. طيب تمانية وعشرين بيقول لي جولي بتعشق في خماج في خماج اللي هي الجبنة البيضة. هو انا اصلا مديني مفتاح للاجابة حتى لو مش عارف الجبنة دي مزاكرة ولا مؤنس. مديني كلمة اللي هي صفرة صفرة لون بيضاء فجاء في المفرد مزاكر. لو هي مسلا كانت كلمة جبنة دي لو كانت مؤنسة كانت دي هيضاف اليها انا اوه عش ثم او. لكن مش مضاف اليها عش او يبقى على طول كلمة فرماج مفرد مزاكر. او اقول لك على حاجة اي حاجة مختصة بالالبان سواء بقى آآ جبنة او زبادي او زبدة اي حاجة مختصة بمنتجات الالبان دائما مفرد مزاكر. طيب بعد كده بيقولي في تسعة وعشرين انها تكون اتفقنا ان مفرد مزاكر وبال مفرد مؤنس يبقى الكلمة دي لمعناها كورة مفرد مؤنس احط لها لا. طيب كلمة اللي معناها محطة قطار كلمة دي من الكلمات المؤنسة هي كمان حط لها لا. طيب بعد كده في واحد وثلاثين بيقولي اهو خلي بقى الاسئلة بتتكرر احنا قلنا اي كلمة تنتهي بص كده على الجملة رقم اتنين وعشرين الاولانية. يبقى مؤنسة. طب هنا يبقى مؤنسة. يبقى على طول كده. صاحب واحنا شغالين. اتنين وتلاتين جمع انا بتمرن. ده ايه? ده يوم من ايام الاسبوع. واحنا اتفقنا مع بعض ان جميع ايام الاسبوع مفرد مذكر. جميع ايام الاسبوع مفرد مذكر. يبقى حط لها ولو مردي. يعني يوم السبت والتلات باتمرن يومين في الاسبوع. طيب. بعد كده في رقم ثلاثين بيقول لي معناها حفلة تادي الميلاد. عايز اقول لي انها هتكون حفلة تادي الميلاد بنواة. بدأ بحرف متحرك هتلاقى. بعد كده اربعة وثلاثين بيقول لي جوليان فاماتر. جوليان سوف يرتدي شميز ابواء. هيرتدي آآ اميس منقط. كلمة اميس اللي هي شميز قد تبدو ان هي مذكرة لكنها عندنا مؤنس. احط لها لا. طيب بعد كده في خمسة وتلاتين بيقول لي آآ عشيتي انا سوف اشتري. عايز اشتري زوجين من الاحزية آآ يكون لونه مسود. كلمة بير دي مفرد مؤنس. احط قدامها لا. بعد كده عندنا ستة وتلاتين. جوليان باسبار. جوليان مر على اللي هي الحديقة اللي بيعملوا فيها تزلج. يبقى مفرد مذاكر احط له. طيب آآ ده جزء من الجسم. اللي هو ينتهي بحرف او. اه ينتهي بحرف او. يبقى مفرد مؤنس على طول. يبقى حط لها لا. طيب تمانية وتلاتين واي كلمة هتنتهي عندنا في الفرنش في بالاي. الكلمة دي على طول مذكرة. يبقى اي كلمة تنتهي بالتلات حروف دول مذكر شمعنة لانها جاية اصلا من الانجلش. يبقى دي كلمة وفرد مذكر نحط لها آآ تسعة وتلاتين اخر جملة عندنا هنا بيقول لي كلمة بحيرة من الكلمات المذكرة احط لها خلاص? كده يبقى احنا انهينا كل التمارين على ادوات المعرفة. عند ادوات التجزئة. دي صفحة عشرة خلاص? قبل ما نبدأ نحل طيب بس نفنط الحاجات اللي فوق دي. فهنجي كده هو بالقلم. هنشوف الاربع لجنب بعض دول اللي هما والدول 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 دول يطلعوا ايه معلم دول يطلعوا ادوات التجزئة. خلاص? ركز بقى في اللي انا بقوله. دول مع بعض كده ادوات التجزئة. طيب والاتنين الحلوين اللي في الاخر دول يطلعوا ايه? قال لي دول يطلعوا الدو والدو ابوستروف. امتى بستخدم الدو والدو ابوستروف? اكتب معايا. بستخدم الدو والدو ابوستروف رقم واحد كده هو لو في نفي. لو الجملة فها نفي. ده رقم واحد. رقم اتنين عندك بتستخدم الدو او الدو ابوستروف لو فيه ظرف من ظروف الكمية. خلاص? رقم تلاتة بستخدم الدو او الدو ابوستروف. لو انا عندي صفة جمع بتسبق اسم جمع. خلاص? يبقى دولة تلات حالات اللي انا هروح استخدم فيهم ايه? استخدم فيهم الدوق او الدوق ابوستروف. غير كده ما باستخدمش الاتنين دول. طيب تعبقى نحل مع بعض. في هنا واحدة ظهرة بالنفسها مش مشكلة. طيب اول جملة بيقول لي فيها رقم واحد يا اخت. يا اخت دي اتكررت عليك خمسة مرات وهي مهمة خلي بالك. تيجي دايما في امتحاد سنوية عامة. فعندنا يا اخت دي معناها زبادي فهنحط لها دي يو. احنا قلنا كل منتجات الالبان مفرد مذكر. طيب تاني جملة بيقول لي فيها. عايز اقول هي تريد ان تسمع الى الموسيقى. الموسيقى دي كلمة مفرد مؤنس. احط لها دولة. طيب رقم تلاتة بيقول لي اعمل ما يكفي سبور برجور اعمل ما يكفي من الرياضة خلال اليوم. ايه ده? وانت بتحل كلمة دي تعتبر ايه? اللي تعالي كده? دي زرف من ظروف الكمية رقم اتنينة هي. فانا عندي زرف من ظروف الكمية ولذلك لازم اجيب معاها يدو يدو ابوسترف ما يفعش اجيبها ده من ادوات التجزئة. خلاص? يبقى هنا لازم احط دو. طيب بعديها بيقول لي رقم اربعة يعني ضع او حط ميل آآ ميل يعني عسل مفرد مذكر نحط لها وكل الحلويات مفرد مذكر معادة كلمة آآ اللي هي ايس كريم وكلمة اللي هي تحت دي. خلاص? فكل الكلمات المذكرة مذكر معادة كلمة اسمها اللي هي ايس كريم. ومعادة الكلمة اللي تحت اللي في جملة رقم آآ تلاتة عشر اللي هي دول مؤنسين. دي الحاجات المذكرة من اللي هي مسكرة ومؤنسة. طيب في الجملة رقم خمسة بيقول لي سارا اشت نقط اي. في مدرسين كثير شفتهم بيحلوا الجمل دي حلنا غلط. انا مش عارف ازاي ازاي مدرسين واحد لنا غلط هنا. احنا عندنا يا جماعة لو عندنا ظرف من ظروف الكمية سواء الكميات دي كانت محددة او غير محددة. لازم اجيب بعدها دو. يعني ايه اللي انت بتقوله ده? فاكر كنا اخدنا قبل كده حاجة اسمها الكميات ايه? الكميات المحددة والكميات الغير محددة. الكميات المحددة كنت بعبر عنها باستخدام حاجة من ثلاثة. يما باستخدام زرف من اه الكيميات المحددة كنت باستخدم معاها. يا اما وحدة وزن. يا اما عبوة من العبوات. يا اما آآ واحدة من وحدات الاوزان. طب دي تطلع ايه? بوتي دي. قال لي تطلع زجاجة. يبقى دي عبوة من العبوات. يبقى لازم احط معاها دو. يبقى دي ظرف من الظروفها كمان. اللي هي رقم اتنين ده هي. يبقى بوتي ده يأتي بعدها ايه? الزيت ده. حاجة مفرد مبدوقة بحرف متحرك. يبقى حط هنا دو ابوستروف بالشكل ده. طيب رقم ستة بيقول لي اختي بتحب تمارس الايروبيك. الايروبيك اتكررت مئة مرة دلوقتي. هل في حاجة هنا تخليك تحول الى دو ابوستروف? لا. يبقى حط اداما ادوات التجزئة. احط دو ابوستروف لان الايروبيك بدأ بحرفه في المتحرك. رقم سبعة انت ايجب عليك ان تمارس رياضة. رياضة مفرد مذاكرة حطيط لها دي يو. خلاص. طيب رقم تمانية بيقول لي يعني اليوم ايليا التعبير اللي كان اسمه ايليا كان بيجي بعد ايه? اداما من ادوات التجزئة جدعة. طيب كلمة مطر دي مذكرة ولا مؤنس? لابلوي ولا لابلوي? لا كيتمفرد مؤنس تبقى اللي هو المطر. خلاص? طيب. هنا في رقم تسعة بيقول لي اوعى. اوعى في نفي اهو. في نفي. بحاول الى دو او دو ابوسترو. يبقى انا ما باخدش حلويات بحط هنا دو عادية علشان دي كلمة بدأ بحرف ساكن. طيب رقم عشرة بيقول لي اجوت باع. خلي بقى يا جماعة الفعلي ده اسمه فعلي اجوت. يعني عايز تجيب المصدر بتاعه ده المصدر بتاعه. بيجبنا رقم عشرة. ده مصدر الفعلي اجو دي اجوت اللي معناه يضع. طيب عندنا الخاص من الكلمات المفرد مؤنس يبقى حط آآ آآ قبلها دولة اللوت اللي هو دولة اللوت اللي هو الخاص خلاص? حط خاص في الوصفة او في المكونات يعني. طيب بعد كده بيقول لي آآ آآ اشتري دي اي فارين يعني دي اي ويعني زبدة. فارين من الكلمات المفرد المؤنس هنحط لها دولة. وكلمة آآ زبدة من منتجات الالبان وقلناها قبل كده يبقى كلمة مفرد مذكر يبقى حط لها ديو. طيب بعد كده بيقول لي جوليان عنده آآ آآ اللي هو بيشعر بزبحة صدرية. احنا اخدنا مع الامراض آآ بيجي معها زائد من الادوات التجزئة. ده بدأ بحرفه متحرك يبحط على طول دولة. طيب. طيب احضر اليها اوهات لي. قلت لك اي حاجة مسكرها مفرد مذكر. مع ده كلمة جلس وكلمة اللي هي آآ مربى يبقى دي مفرد مؤنس هحط لها دولة. طيب رقم اربعتاشر. بيقول لي اشترت اشترت اجا بص هنا الاقي الكلمة دي جمع. ولاقي الكلمة دي جمع. على طول يبقى باشا اروح لي هتلي اللي هي دي اللي هي اخر واحدة هنا دي. لو حطيت دي هنا يبقى انت راجل بقال وبتاخد عندهم دور اسبقال. قلت لك مليون مرة ركز. طرمح حاجتين جمع وعلى بعض. يبقى هيسألك عن الصفة الجمع اللي هي رقم تلاتة لما تسبق اسم جمع. يبقى ماما بتشتري فكهة اهي فكهة اهي جيدة. يبقى صفة جيد جاية جمع. سبقت اسم جمع يبقى حط دي دي من غير اس ارمي ارمي في الزبالة يبقى حط دو من غير اس اللي هي رقم اربعتاشر. طيب خمسة عشر جوليان مانج. جوليان بياكل في روي كلمة جمع بياكل فكهة في الوجبة الخفيفة بتاعته او في التصويره يبقى نحط دي خلاص دي بالنسبة لصفحة رقم عشرة. امتهينا. نكمل مع بعض كده دي صفحة داشر اللي احنا بنحل فيها. احنا كنا قفنا عند الجملة خمستاشر. هنبدأ اهو من عند الجملة رقم آآ آآ ستتاشر. خلاص? طيب قبل ما نبدأ من من عند الجملة رقم ستتاشر. تعال بس افكرك بالحاجات اللي احنا قلنا. احنا قلنا ان احنا عندنا رقم واحد دي اسمها اداة تجزئة بيأتي وراها اسم مفرد مذكر. دي اسمها اداة تجزئة بيأتي وراها اسم مفرد مؤنس. دي اسمها اداة تجزئة بيأتي دي اسمها اداة تجزئة بيجي وراها اسم مفرد مذكر او مؤنس مبدوها بحرف متحرك. ماشي ماشي ادي كمان. يبقى عندنا. ما اللي اخر بقى عشان ننجز. احنا عندنا اللي اربع لفوق دول. اللي هم دي ودولة ودولة فودي. دول اسمهم ايه يا بقى? اسمهم ادوات التجزئة. اختيك طب اللي تحت دول اسمهم ايه? اسمهم او قلت لك لسه لك من شوية في الصفحة اللي كنت قبل دي. الاتنين دول بستخدمهم امتى? في تلات حلقة تاني. رقم واحد. لو انا بنفي في النفي. رقم اتنين. زرف من ظروف الكمية. لو انت مش حافظ ظروف الكمية مفروض بتروح تحفظها. يعني بترجع تحفظ اللي هما بي وبيكو وكيلو كلام ده كله. رقم تلاتة عندنا قلنا ان في وزرف من ظروف الكمية. وعندنا كذلك صفة جمع تسبق اسم جمع. تاخد بالك من النقطة الاخيرة دي. صفة جمع. تسبق اسم جمع. خلاص? طيب يلا نشتغل. تعال كده في اول جملة بيقول لي في الجملة رقم ستاشر. ليه? طيب كلمة ليه دي من الكلمات آآ المفرد مذكر? لان احنا قلنا منتجات الالبان كلها مفرد مذكر. يبقى هنحط لها آآ ديو. اللي هي ديو. طيب بعدها هنا بيقول لي جولينو بوبا عندي نفي. تاخد بالك. او فروة. جولين ما بتشربش مياه ساعة. يبقى او احط قدامها دو ابوستروف. احول على طول. اخد بالي. طيب هنا في رقم تمنتاشر. جو فودري ان دمي كيلو. انا عايز نص كيلو دقيق. آآ نص كيلو ديو تطلع ظهر في مظروف الكمية. يبقى يأتي بعدها ايه? يا اما دو يا اما دو ابوستروف. يبقى كتب هناو. دو مدام الكلمة اللي بعدها بدأ بحرف ساكن. طيب بقى كده في رقم تسعة عشر. لا تأكل. المنتجات المجمدة. يبقى ده نفي. يبقى حط هنا ايه? دو ابوستروف. خلي بقى الماكنة تدور كده. ايه في الغدى? رقم عشرين. انا انا بطلب من الكلمات المفرد المذكر اللي هي سمك. يبقى حط لها ديو. وكذلك اللي معناه رز مفرد مذكر. احط ديو. تعالي على اللي بعده. بيقول لي بتاخد شوكولاتة سخنة. قلت لها كل حاجات المذكرة. مذكرة ولا مؤنس? مذكر. يبقى حط هنا ديو. معادة ايه? معادة الحاجتين دول اللي هي لسه اللي همك من شوية. اللي معناها ايس كريم. وكلمة اللي معناها مربى. يبقى الاتنين دول بس هما اللي مفرد مؤنس فياخدوا لا لو هنحطوا قدامها اداة. طيب كامل بقى معايا في ثلاثة عشرين السي يعني هنا ما تستنصحش بقى? تيجي تقول لي ما هي جمع? ودي جمع? يبقى حط دو غلط طبعا. ما هو ده الاسم هو فروي فخي يعني فواكه طازجة. يبقى الاسم سبق الصفة عادي يحطي لي دي بقى لان كلمة فواكه هنا جاي جمع. طيب خلي بالك من جملة ثلاثة وعشرين. لا يوجد يعني لا يوجد في فصل الصيف. كلمة دي جمع واحد حط دي ايش معنى عندك نفي. احط هنا ايه? احط دو. اللي بعده. اربعة وعشرين. ناتاسيون. ناتاسيون هو اي كلمة تنتهي بالمقطع سيون. الا وهم اخرى ربع حروف اللي هما تي او وين او دول كمان. دول يدو كل الصوت سيون. اي كلمة تنتهي بهم مؤنس. طيب هاحط هنا ايه? اللي في نفيه تاخد بالك بقى نفيه. يبقى حط هنا دو. طيب احنا بناكل بوب كورن ده اللي هو الفشار مفرد مذكرة احط دي يو. اخد بالي من ستة وعشرين صارع مانجة ام بو. صارع بتاكل القليل من اللي هي الماكارونا. لو بصيت على كلمة ماكارونا دي اول حاجة هتقوم حط دي. ومعاملها لك غلط. وتقول يا استاذ. وتقعد تراجع. غلط. ايش معنى يعني ايه ام بودو دي? وزارفة من ظروف الكمية. يبقى حط هنا دو. طيب اللي بعده سبعة وعشرين. يوجد جبنة منتجات البان. قلت لك كلهم مذكرين. يبقى تحط دي يو. تمانية وعشرين نوبرومبا نفي. اشتغل بقى دور دو ابوستروف. تسعة وعشرين جوفدري ام مرسو اوعى اوعى. مرسو ده هي معناها قطعة من. ودي من ظروف الكمية كمان. انا عايز قطعة جاتو. يبقى جطعة جاتو يا غالي للترند اللي كان منتشر ده. فهنا عندنا مرسو دائما ما يأتي بعدها دو. طيب بعد كده بيقول لي قرسو دبي الياء في في البلاد بيوجد قراج اللي هي عصفة. بدأ بحرف متحرك بحط قبلها دو. طيب بعد كده في رقم واحد وتلاتين بيقول لي انا باخد شربة كلمة شربة من الكلمات المؤنسة احط لها دولة. طيب بعد كده ام بتحضر خلي بالك معناها جيد. وبيتزا معناها بيتزات جمع اخرها اس. صفة جمع. تسبق اسم جمع. احط دو من غير اس. خلاص? كده خلصة. طيب احنا كده خلصنا التمارين اللي في صفحة حداشر اللي هي ادوات التجزئة كاملة. نكمل من اول صفحة اتناشر خلاص. بص انا اقول لك هو هيسألك على ايه او موضوع السؤال هيبقى ازاي عشان تركز في اللي احنا هنقوله. تمام? طيب. صفحة اتناشر هو كتبلي كده بيقول لي ااا كومبلتالي بوان بار. يا اما ا 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 او. خلاص? طيب بس نفنط الحاجات اللي فوق دي الاول. اا اا اول واحدة دي تطلع ايه? قال لي ده يطلع حرف الجر خام زي ما هو. بدون عليه اي اضفات. طب رقم اتنين دي تطلع ايه? وثلاثة واربعة وخمسة. دول يطلعوا ايه? قال لي دول يطلعوا. ادوات معرفة كده اهو? قلت الكلام ده في الحصة. يسبقهم حرف جر شموة. خلاص? فيحصل اضغام. طيب موضع السؤال بقى هو هيسألك. يا ترى يحصل اضغام ولا ما يحصلش? يعني يا ترى? اجيب حرف الجر الاولاني ده هو. خام زي ما هو عليه كده? ولا اعمله اضغام? دي اول موضع للسؤال. تاني موضع ان هو يجيب لك بعض النقط حاجة وانت تقول له بقى مذكر مؤنس مبدو قمتحرك ولا جمع? طيب تعال خلص حكاية القاضي الاول. اول حاجة عندي حرف الجر الا. معناه حاجة من اتنين. بيجيب اتنين معنى. اما ييجي بمعنى الى او ييجي بمعنى في. خلاص? طيب حرف الجر اه هيظل سابت على ما انت زي ما انت شايفه قدامك كده في ست حالات. في الست حالات رقم واحد اهو. لو جي بعد النقط لو جي بعد النقط ركز في اللي انا بقول لو جي بعد النقط صفة اشارة معلش اشيل دي? لو جي بعد النقاط خلاص? صفة من صفات الاشارة. يبقى رقم واحد اللي انا عندي بعد النقط صفة من صفات الاشارة. طب ايه هي صفات الاشارة اللي هم سو? وسط وسط وساة. اسف. دول صفات الاشارة. طيب لو جي بعد النقط كذلك صفة من صفات الملكية. طب هم ايه صفات الملكية? لهم مون وما ومي كامل بقى وطن وطا وتيوى الى نهايته يعني. خلاص? او رقم تلاتة لو جي بعد النقط اداة نكرة. اللي هي ا ا ا ا ا ا ا او دي. الحاجات دي بتعمل ايه غالية اللي انت بتكتبها دي? بتثبت حرف الجر يا باشا على ما هو عليه? ما يحصلوش اضغام. طيب رقم اربعة. اي اسم مدينة مفرد مؤنس? خلي بالك المدينة لازم تكون مفرد مؤنس. لو مذكر هيحصل اضغام. طيب رقم خمسة? اي اسم دولة? مؤنس. طيب رقم ستة? ان يأتي بعد النقاط اسم علم. يعني ايه اسم علم? اسماء الاشخاص والمدين والدول? زي لما اجا اقول مسلا ان اهو علي. ده اسم علم. خلاص? يبقى اول حاجة احنا حليناها هو. لو جي بعد النقط حاجة من الستة اللي انا كتبتهم لك. يبقى ثبت لحرف الجر ا بشكله ده. طب معناه ايه? الى او فيه. خلاص? طبعا نحل. معايا كده واحدة واحدة. ماشي. اول جملة بيقول لي فيها رقم واحد. بس لو بالان. مرر الكرة الى الحارس. الى حارس المرمو. يا طرع اعمل هنا اضغام ولا اجيب حرف الجر خام? قال لي تعالى اشوف. هل عندي حاجة من الستة دول? في صفات اشهرة او صفات ملكية. اه اودات نكرة او اسم مدينة مفرد مؤنس او اسم دولة. مفرد معلش فيه اسو فينا غلطة. مفرد مؤنس مدينة. عشان بس تبقى ايه? خلاص? طيب فاحنا عندنا في رقم واحد بيقول لي فيها بصلوا بالان لو مر الكرة الى الحارس. الطبيعي ان انا احط هنا ايه في رقم واحد? الى الحارس. الحارس ده مزاكر او لمؤنس? مفرد مزاكر احطه قدامه ايه? يحصل اضغام على طول. طيب رقم اتنين. انا بعطي الهدية الى مونا اوعى. اللي جاي بعد النقط ايه? اسم علم. يبقى حرف الجر يحصل اضغام? لا. ثابت. ثابت ثابت ما يتغيرش. طيب. رقم تلاتة بيقول لي جيم جو ايه. انا بحب العب. جو فيديو. خلي بالك العاب الفيديو ده ايه? بييجي قبلها حاجة من اتنين. خلاص? لو احيانا احيانا هيجي قبل العاب الفيديو ده هي يقول لك كده هو بيلعب? اه? خلي بقى لك من اقوله بقى. دي. خلاص? فيديو. احنا هتشوفها كده. خلاص? وحنا هتشوفها زي ما هو جايبها لك في الجملة اللي قدامك دي. على طول كده هو. فلو شفتها كده ما تنساش ان انا اقول لك لو جايب بعد النقاط اداة نكرة اسبت حرف الجر اه. اللي هي في رقم كم هنا? اللي هي في رقم تلاتة. اداة نكرة دي هي. جيت بعد النقاط. فسبتنا حرف الجر. يبقى تاخد لك من الكلام ده. خلاص? طيب نكمل بقى بعد كده في رقم اربعة ما ميرفا امي بتذهب بلونجيري. بلونجيري ده المغبز. كلمة وانفرد مؤنس يبقى حاطه قدامها. الله ولازم اعمل اضغام. ما فيش حاجة من الستة بعد النقاطة هو. طيب. دي كورس. انا باعمل شوبينج سوبير ماركت مزاكرة احط ايه? خلو باكمل حاجات المزاكرة والمؤنس اللي اعملين بنقولها دي. ستة. ابويا بيشتغل اسوان. اسوان دي مدينة? اه مزاكر? لا ده مؤنس. كل مودل على مؤنسة. مع ده القاهراء والفايوم وسينة. يبقى اسوان دي اسبت ما احرف الجر اه? ادي. اللي بعده سبع ده انا بقى بتزحلق على الجليد. ده مكان ومش حاجة من الستة دول. يبقى غير. اعمل اضغام. دي مفرد مؤنس احط قلاة. طيب كمل. الام بتحضر الى الاطفال. هل دي حاجة من الستة اللي بتثبت حرف الجر? لا دي اطفال جمع. حط. طيب. علشان تتغدى. او علشان اتغدى. انا ازب الى المطعم المطعم المذكر. حط اي او. انا بدي الاجازة. مفرد مؤنس. انا بعط الاكل. الى الحيوانات. الحيوانات جمع. حط اي او اكس. طيب اتناشر. انا بدي الهدية. انا بدي الهدية لتلميذ المميز. خلاص تلميذ هنا. حط قدامها ايه? خلي بالك. عشان بدأ بحرف متحرك. طيب نوزالان فوريء الغابة. مكان. اه 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 نوزالان الافوريء. مكان مفرد مؤنس. فحط لها. خلاص? طيب. الجملة اللي بعدها اللي هي رقم اربعتاشر. ما فامي ابيت. عيلتي بتسكن باريس. مدينة من المدن. مفرد مؤنس. من الحاجات الستة اللي قلنا عليهم. يبقى احط اه سبته. طيب انا بشتري زبدة اللي والبقال احط خلي بالك بدأ بحرف متحرك. انا بعشق الايس كريم بالشوكولاتة. قلت لك اي حاجة مركبة يبقى اجيب معها ايو. طيب اخويا بيلعب باسكت. باسكت دي مفرد مذاكر احط ايو. كلمة قسم مفرد مذاكر احط ايو. كلمة مفرد مذاكر احط ايو. ابلع خلص كله. خلاص? اعتقد فيه جملة تحت. فيه جملة تحت انا مش شايفها. اه. لان الكتاب اصادي اهو. فبيقول لي الجملة دي تقصت. مش عارف تقصت بالغلط. خلاص? فحلها الجملة رقم عشرين. حلها تبقى او بس. ليه? علشان جايب بعدها كده اهو. اه صفة من الصفات الملكية. اهلا وهي طن. انتهينا. صفحة اتناشر من عند التمرين رقم اتنين من نص الصفحة كده. بيقول اللي هنا اكمل النقاط بواسطة يا اما دو. يا اما دو يا اما دو لا يا اما دو يا اما دي. طيب زي ما احنا بنعمل. لنشوف دي بتستخدم امتى? ودي بتستخدم امتى? رقم واحد دو دي اقدر استخدمها كده امتى? طيب تعال اقول لك الاول هي تكونت ازاي? احنا عندنا حرف جر اسمه دو اللي هو ده. ده شكله الخام. حرف الجر ده معنى ايه? يدي اتنين معنى. يا اما معنى من? ازبط بقى. يا اما معنى من? يا اما معنى عن. خلاص? طيب قال لي يجي وراك ده هو. ادى من ادوات المعرفة فيحصل له هو كمان اضغام. طيب ايه هي ادوات المعرفة بتاعتك? قال لي ادوات المعرفة اللي عندي. واحدة اسماها لو. واحدة اسماها لا. واحدة اسماها لي. ازا حرف الجر ده يدخل في ادوات المعرفة يطلع لي الاشكال اللي هي من اول هنا كده. وانت ماشي 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 اللي ربعة دول مع بعض. خلاص? طيب امتى بقى اقدر استخدم حرف الجر دو زي ما هو خام وامتى عمل له اضغام نفس الكلام نفس اللي قلناه على حرف الجر اه قال لي برضو في ست حالات ينفع تستخدم حرف الجر اللي اسمه دو ثابت زي ما هو رقم واحد عيد وزيد تاني ان يأتي بعد النقاط هنا هو بعد النقاط هنا هو حاجة من الست اللي انا اقولهم رقم واحد صفات اشارة اللي هما سو وست وست وس او ان يأتي بعد النقاط صفات ملكية قلناها المرة اللي فاتت نقول بقى المرة دي طن وطا وتي وخد صن وصا الى تكملة الباقي بقيت صفات ملكية عن اللي تحظون طيب رقم تلاتة ان يأتي بعد النقاط اداة نكرة اللي هي ان وين ودي رقم اربعة ان يأتي بعد النقاط اسم مدينة مؤنس رقم خمسة ان يأتي بعد النقاط اسم دولة دولة وايه ولازم تكون مؤنس طيب ستة ان يأتي بعد النقاط اسم علم اللي هي اسماء الاشخاص خد محمد مسلا خلاص يبقى دولة ستة حاجات اللي يعملوا ايه يا باشا قال لي دولة ستة حاجات كده هو اللي يسبتوا حرف جر ادوه ومعا كمان الال اللي احنا حلنا عليه ويخلوهم سابتين باشكلهم كده اي حاجة تانية غير بقى طيب تعني حل نجيب بس الالم ماشي يلا جمنا رقم واحد بيقول لي فيها ماشي الجمنا رقم واحد بيقول فيها احنا بنتكلم بتتكلم عن غزاء جيد انا عايز اعرف كلمة غزاء دي مذكرة ولا مؤنس اعرف من الصفة اللي قدامها الصفة هي طيب يا ترى يحصل ادغام ولا اجيب حرف الجر يسابت قال لي لا يحصل ادغام يا باشا لان ما فيش حاجة دي مش حاجة من الستة ولا هي اسم دولة ولا اسم مدينة ولا اسم شخص ولا صفة اشارة ولا صفات ملكية يبقى يحصل ادغام الكلمة ده هي تبين لي ان الكلمة اللي جاية بعدها مؤنس وكمان الكلمة دي بتنتهي بالمقطع يبقى حط هنا طيب بعد كده بيقول لي أنا بتكلم عن عائلتي في المقال اوعى عندك هنا صفة صفة ايه صفة ملكية يبقى دي من الاحاجات اللي بتثبت حرف الجر يدوي يبقى حرف الجر يدوي يثبت طيب تلاتة مواجهة في اسكي اسكي مذكرة احط دي ومش حاجة من الستة ليه توخيز السياح السياح دول جايين من كندا انا قلت لك هنا في رقم خمسة لازم اسم الدولة يكون مؤنس كندا دي مؤنس قال لي لا كندا دي يا استاذ من الدول المذكرة طب ايه هي الدول المذكرة اللي عندك اكتب كويت لبنان يابان مغرب سودان سنغال كندا والبرتغال دول اللي عندك اللي هم المذكرين اشهر دول المذكرين خلاص واي اي ما دي اي دولة لا تنتهي بحرف او خليها دايما مذكرة يبقى كندا دي دولة مذكرة يبقى يحصل اضغام طب اعمل ايه حط دي و طيب في التقرير احنا بنتكلم عن الرياضة الرياضة مذكرة حط دي و موانكل الوان ميوزي مذكرة احط دي و خلي بالك الكلمات بتتكرر سيلة ركيت انه يكون المضرب بتاع سامي سامي اسم علم اثبت حرف جر دو طيب جابت بري انا اسكن قريبا ده مكان مفرد مذكرة احط دي طيب جوليانا بتلوان جوليانا يسكن بعيدا عن كل المدارس يبقى دو المكتب البريد على بعد تلتمائة متر من اللي هي من الكبري خلاص الكبري ده اسم مكان مفرد مذكرة يبقى حط له دي و مونامي فيان لقصر دي مدينة و مفرد مؤنس يبقى ثبت حرف الجر دو مارك فيان الولايات المتحدة الامريكية جمع يبقى ا يبقى دي ااسف ااسف نفكر احنا لسا شغالين هناك. الولايات المتحدة الامريكية جمع يبقى دي. كلمة قبيتال بدأ بحرف متحرك دو اللاباستروف. جوليان عبيت ادروات جوليان بيسكن من على اليمين من المكتبة او تلاك المكتبة سواء ببليوتك او كلهم مفرد مؤنس تبقى دو لا. بعد كده انا بجرش العربية بالقربي من الحي بتاعي. يبقى ري وهنا فيه صفة ملكية تاخد بالك يبقى ثبت حرف الجر دو. كده بنكون انهينا واجب الدرس التاني بالكامل. اتمنى تشوفه وتراجعه وانت قاعد تتفرج. لو انا بتكلم بسرعة اعمل السرعة على نص علشان المعلومات كل ما تتكرق قدامك كل ما بتحفظ وبتذاكر اكتر. يلا اشوفكم الحصة جاء ان شاء الله مع السلام.